باب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سن منما من غير املت صعب باب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سن منما من غير املت صعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عننا وعن بلاد الناس كافة الداء والبلاء والوباء إنه قريب مجيب الدعاء صلي لهم وصلم وبرك على سيد كاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا أخوة الإيمان والإسلام هذه الحلقة التي نكون فيها في ضيافة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية درسات العليا بجامعة الأزهر سابقا والأستاذ بجامعة الأزهر ونلقى عليه السلام بعد إذن حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا حللت أهلا ونزلت سهلا الله يبارك فيك زلي بس قبل مبدأ الحلقة معك عشان موضوع شائك وأهام أقدم خالص التحية للأستاذ الكريم الفنان نبيل الحلفاوي على استقباله لملاحظتي في الرد على ملاحظته هو أعطاني ملاحظة فأنا رددت عليه الملاحظة وحصل كده حوار لطيف جدا والحمد لله الحوار كله مملوء بالود وبالحب وباللطف وهذا عهدنا به الأبطان المحترم فبرد بيقول أنه الحقيقة يعني أنا استمعت إلى رد الشيخ الفاضل المستنير خالد الجندي ويبدو أن ما قصدته لم يصل جيدا إلى فضيلاته ربما لتقصير مني ده التواضع عجيب يعني أدب جم الحياة مش معقول يعني بصراحة ولذا وجب التوضيح أولا جزيل الشكر الكلماتي الطيبة التي افتتح بها الرد ثانيا حاشا لله أن يرد في كلامه ما يستدع قوله أنه مش جاهل ثالثا وتابع لم يكن شيخون فيما يخصوني على الأقل بحاجة إلى المعجب الوسيط أو إلى ما قال الدكتور زاهي للتدليل على أن فرعون ردبه هذا ما تربينا عليه وهذا هو السائد وما أشرت إليه من اعتباري اسما شخصيا للحاكم وقتها هو اجتهاد لا أتبنى ولا أتبنى عكسه لأنني لست متخصصا وإنما رأيته في آيات القرآن الكريم يتماشى مع هذا الاجتهاد من خلال عدم تعريف كلمة فرعون إطلاقا في كل مواضعها من الآيات والحية كلام بقى لطيف ويعني الحية ما شاء الله كلام لطيف وكلام في بحث علمي يعني يستحق الإشادة بنقول له متشكرين وجزاك الله خيرا وكلامك محل نظر وتقدير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم جسور الحب والألفة لكن أرجو أن نحن نكون إدينا للسادة المشاهدين صورة ولو كانت صورة قصيرة لكيفية الحوار مع الآخر حوار كل احترام وتقدير وتقدير وابتسام ويعني تواضع من الطرفين ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع في العلم والعمل وشكرا جزيلا ليك يا أستاذ نبيل على الهواء مباشرة أكثر له من أمثالك نرجع مرجوعنا لحقيقة أنا يعني يعني بأعاني منها في المجتمع وهي هذه الحقيقة هي أنه أحيانا يتم إسقاط إسقاط معلومات في العقيدة على غير مكانها بمعنى واحد يقولك إيه أهم ما خلنا متوكلين على الله وهو لا بيشوف شغله ولا بيأخذ بالأسباب ولا بيخسل إيديه يقولك يعني قولي باسط أهدية عقيدة إنما قولي باسط إنما خذوا حذراكم بيخالف العقيدة اللي هو بيحاول يقولها للناس زي قضية كل مخلوق بييجي برزقه كل مخلوق بييجي برزقه ديات الحقيقة كلمة ما تقدرش تكذبها وما تقدرش تقول لا واللي بيقولها لك بيحرجك هو مش كل من قدم له رزق يا مولانا يقولك يبقى ما تقوليش تحديد الأسر ولا تنظيم الناس ما تقوليش بقى عمله تنظيم والانفجار السكري اللي انتم صدعين به فأنا حتبنى وجهة النظر المخالفة وحضرتك وضح لي مشكورا كيف نجمع ما بين إن كل مخلوق أو كل بني آدم أو كل مولود بييجي برزقه وإن إحنا يجب إن إحنا نأخذ بالأسباب ونضع الأمور في نصابها تفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق صلى الله عليه وسلم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وسلم سيدي هنا عندنا أمرين الأمر الأول تحديد المصطلحات المشكلة القائمة الآن أننا لا نحدد المصطلحات ويعجبني كلمة هنا لابن حزم بيقول لو حدد الناس المصطلحات لارتفع ثلاثة أرباع الخلاف من الأرض نفهم بعض إزاي لما أنا أطلع على أصدق وإنت تطلع على أصدق إحنا هنا عندنا سلاسة أمور بحس الفقهاء التعقيم لو منع الناس لبتاتا نهائيا عندنا التنظيم أنك أنت تنظم بين كل مولود ومولود بفترة زمنية معينة يتفق عليها بين قببي الأسرة الرجل والمرأة وعندنا هنا التحديد أنك تحدد ولدين تلاتة ولد وبنت بنتين حسب ما يقدر الله عز وجل تعالى نبدأ بأصعب شيء وهو التعقيم أنك أنت توقف بينك وبين زوجتك النسل تماما تمنعه بتاتا بيسمي العلماء التعقيم أو المنع هل ده جائز في الشريعة الإسلامية؟ الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال قول يقول هذا لا يجوز لأن فيه قطعا للنسل والامتداد الحياة وقطع للزرية وبالتالي الحياة خلقنا الله عز وجل لعمارة القوم رأي ثاني على العكس تماما يقول هذا يجوز لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع أن الإنسان يمنع نسلهه تماما والأصل في الأشياء الإباحة رأي ثالث يقول يجوز التعقيم لعلة مرضية عضوية جنسية نفسية بحيث أن الطب يقول أن المرض اللي عندي أو اللي عندي زوجتي سوف يؤثر على المولود أو حتى على ولد الولد على المدى البعيد فهنا يقول الفقهاء بأن هذا جائز أن تفعل هذا التعقيم منعا للزرية يعني إذن شاب وفي عنفوان صحته وشابة في عنفوان صحتها ويتجوزوا وهم في منتهى القوة والصحة والقدرة على الإنجاب لو اتفقوا مع بعض على عدم الإنجاب من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى أن إحنا هنتجوز آه بس مش خد بالك مش هنخلف خالص أيه ده خدوا بالكم الفاتوى أنا الدقيق في السؤال عشان تبقوا فاهمينه شاب وشابة والتنين قرروا أن هم يعيشوا مع بعض وحياتهم متفرغين فيها البعض ومش عاوزين أولاد خالص لديلوقتي ولا في المستقبل هل هذا جائز أم لا لا على رأي من يقول بأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من ذلك والأصل في الأشياء الإباحة يجوز لكن لازم هنا نفرق بين أمرين يعني يجوز يا سيدنا بس لحظة عشان كلام خطير يعني يجوز أنه الزوج والزوجة يكتبوا في عقد الزواج خذوا بالكم من الكلام أنا أنا مش بنصح بدا أنا بقول لك إن ده موجود الفقهاء أباحوه ولا لا أديك بتسمع يكتبوا في ظهر الأسيمة واشترت الزوجان على عدم الإنجاب على رأي من يقول بأن هذا يجوز يجوز هذا الاشتراط لكن لازم نفرق بين أمرين بين الأمور الفتوى الخاصة والفتوى العامة قبل ما تقول للفتوى الخاصة والفتوى العامة أنا حاط حديثك للأسف يعني علشان عندي سؤال هنا ورد إلى بنفس السياق لدار الإفتاء وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه هل يجوز للرجل منع زوجاته من الحمل الكلام ده اتنشر في يوم الحد 10 يناير في موقع صدى البلد يوم الحد 10 يناير في موقع صدى البلد هل يجوز للرجل منع زوجاته من الحمل منع زوجاته من الحمل فقال الأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عبدالله العجمي إنه لا يجوز ذلك إلا إذا تراضي على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة تمام تمام أن تمنع هذا الحمل مطلقا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرني بأني لا أعقم أو لا أكون عقيما طيب إيه بقى الرأي التاني وهو دوة اللي إحنا هنقف عنده برضو علشان تاخد بالك بس من الكلام كلام خطير جدا علشان لما تكلمنا عن موضوع الطلاق الشافوي وقلنا لو الزوج والزوجها اشترت والحمد لله وبدأت العقود تظهر الحمد لله وكثير من حالات الزواج بقى هم يكتبوا فيها دلوقتي واشترت الزوجان عدم وقوع الطلاق مشافة ضرقا للخلاب بقى عشان ما يجيش الزوج بعد كده يقول أنا قلت وده ما قلتش ويجيب الناس ويجيب لا اتفقوا إنه عاوز يطلق يروح زي ما جاب المأزون ساعة الجواز يجيب المأزون ساعة الطلاق فبعض الناس اعترض قالك ازاي الشرط دو هاتمعرفش ايه والشرط دا لا يجوز لا دا انت خدوا بقى الشرط الانقح منه شرط الاقوى منه دا ممكن الزوج والزوجها يشترث هما الاتنين إن ما يحصلش خلفة خالص وما يخلفوش خالص ويكتبوا دوة في عقد الزواج وقادي دار الفاتوة قالت ومولانا قالت ايه الرأي التاني في المسألة حقنا نعرفه والنقشه ايضا ولكن بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا كان سؤالنا قبل الحلقة ينفع الواحد يمنع الخلفة من غير سبب من غير سبب مرضي هما شباب وحلوين بس بقى ايه ريوشين كده زي بقولوا كده ولا اي حاجة من اللي احنا بقولها في الليام دي ينفع يمنعوا الخلفة واتفقوا على كده ويكتبوا دا شرط بينهم ولا لا طالع ان الكلام دا شخناء قال نعم هناك رأي يسمح بذلك واستدلنا ايضا برأي لدار الافتاء قالته وانه لك في رأي تاني في المسألة رأي تاني ان دا لا يجوز مطلقا لان دا تعطل للناس له تعطل للحياة رأي تالت ان يجوز في حالة وجود علة مرضية جنسية او عضوية او نفسية ويتصرب ذلك الى الاسرة بل يرى الفقيه الاستاذ العلامة احمد ابراهيم احمد ابراهيم خارج مدرسة القضاء الشرعي كان استاذ في كلية الحقوق حتى قالوا في احمد ابراهيم دا لو احترقت كتب الفقه الحنفي لاستطاع الشيخ احمد ابراهيم ان يملي خلاصتها من زاكرته ن شاء الله عليه رحمه الله فقيه كبير جدا معلمة وله اكتر من عشر مؤلف في الفقه وفي احوال الشخصية وفي الاسرة يرى في حالة حدوث العلة المرضية التي تتسرب الى النسل انه يجب بالتعقيم مش يبوس لو بالتحاليل الدكاتر قالوا لو حصلت خلفة الاولاد دور هيبقى عندهم اعاقة اعاقة او عندهم اي عامة او عندهم اي حاجة شاف الله الجميع وحافظ الله جميع هيبقوا عندهم مشاكل صحية الشيخ احمد ابراهيم يرى وجوب التعقيم يبقى الحمل هنا بيبقى اسم معصية لانه يرى المضرق المفاسد مقدم على جلب المصالح وهنا الناس اللي فيه مفسدها المصلحة انك لا تأتي بهذا النسل لكن الاستاذ اللغوي الكبير استاذ احمد الشرباصي له رأي وجيه يقول في هذه الحالة يبقى تعقيم مؤقت لربما المرض الذي نخشى منه يكتشف له علاق في المستقبل المهم الذي نريد ان نخلص اليه انها مسألة خلافية بين الفقاء منهم من يمنع منهم من يجيز باطلاق منهم من يمنع اذا كان هناك علة مرضية بشرط اذا قلنا بالرأي الذي يقول بالجواز مطلقا نفرق بين الحالة الشخصية وبين حالة الدولة حالة المجتمع يعني مش المجتمع يقول لك ولا نعمل تعقيم مش نخلف انما في هذه الحالة نحن نفتي لمسألة شخصية واحد وحدة كما تفضلت لكن لو صار امرا عاما هذا يضر بمصلحة البلاد فهون يتدخل ولي الامر بالمنع او بالجواز لكن احنا عندنا دلوقتي انت كلامك بيدل على ان احنا محتاجين ثقافة الحقوق طبعا الناس مش عارفة حقوقها ايه في عقود الزواج بيكتبوا الكاتب الكتاب والمقازين مش بيساعدوهم علشان يوروهم ان فيه سطور بيضة سطور فاضية وزارة العدل سيباها عشان يقولوا شروطهم فيه فالناس مش عارفة حقوقهم انهم ممكن يضيفوا شرط اتنين والنبي قال المسلمون عنده شروطهم إلا شرطا احل حراما او حرام حلالا لك ان تشترط في هذا العقد ما تشاء ما دامت هذه الشروط موافقة للشر وتعود بالنفع على الطرفين لك ان تشترط ما تشاء مهو بيجي بعض المشايخ يقول لك لا مهو الشرط ده مخالف للشريعة لان ربنا بيقول وجعلنا لهم ازواجا وزرية محنا كل دوة هنفصلوا فيما بعد وجعلنا لهم ازواجا وزرية في قضية الاخذ بالاسباب يعني وما من دابة في الارض الا على الله يرزقوه كما يستدل به البعض هذا لما ترجع لتفسير المنار لكل التفسير يقول لك بان الله عز وجل خلق لك الرزق بشرط ان تباشر الاسباب تبلغوا مباشرة تباشر الاسباب هيجي لك الرزق منين ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني خلقه ثم هدى يعني وصخر لك الاشياء وهداك اليها هداك ان تستخرج رزقك من الارض هداك ان تستنزل رزقك من السماء هداك للعمل هداك للانتاج لكن ربي سبحانه وتعالى خلق لك الرزق بمباشرة الاسباب يعني وما من دابة في الارض الا على الله رزقها بمباشرة الاسباب اذا سعت اليه طبعا اذا الدابة دي ما سعتش الى الرزق هتموت من الجوع طبعا مش الرزق هينزل من السماء طبعا خل سيروا في الارض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليه النشور ما قالش فاكلوا من رزقه بس جاب الاية الاولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليه النشور يعني في حد بيموت من الجوع يا سيدنا الانسان اذا سعى واخذ بالاسباب التي امره الله عز وجل بيا العرب يقولون ما نبشت دجاجة في الارض الا طعمت الله 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 ما نبشت دجاجة في الارض الا طعمت بس يخد بالك نبشت في الارض الانسان لما يسعى يبيع شوية منديل ربنا سيبعث له الرزق وسيرسل له الرزق الحديث يقول تناكحه تناسله تكسره فاني مباهن بكم الامم يوم القيام اجاب العلماء عن هذا بعدة اجوبة هل الامر للوجوب قالوا لا الامر للندب اه يعني يعني لما يتجوز شيء هواش آثم لانه الاصل في الزوج حتى قال بعض الفقاي الاباحة الاباحة في هنا الامر للندب ايه اللي صرف الامر عن الوجوب الى الندب لان الاصوليين يقولون الاصل في الامر انه للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب الى غيره نحن هنا صرفنا عن الوجوب الى الندب ما الذي صرفه حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف يعني ايه اللي يخلي الامر دوت بتاعتناكحه وتناسله وتكسره ما هواش امر ملزم ايه اللي يخليه امر مش ملزم جبت مني الكلام ده فبيقول لك لانه العبرة بالكواليتي العبرة بالجودة نعم مش كده الكلام والحديث الاخر يوشك ان تتداع عليكم الامم كما تتداع الاكلات الى قصعتها قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هل النبي عليه الصلاة والسلام يتباهى بنا يوم القيامة بغثاء ما يوم القيامة معناها ايه هل النبي سلام حيباهي بالعدد اتنين تلات اربعة عشرين تلات تلاف مليون ولا بيباهي بالجودة حنشوف الكلام ده بعد الفاصل اذا سمحتم لنا ابقوا معنا بنكلم في قضية خطيرة مبارح الرئيس افتتح مشروع المزارع السماكية اكتر من خمستاشر الف تبنمية ستة وستين فدان مزارع سماكية كاملة فيها خمستلاف تسعمية وتمانية حوض سماكي علشان يوفر لمئة مليون كل دول لو استمرت الزيادة السكانية على الوتيرة بتاعتنا عليها مش حابقا لهم اي قيمة بعد عشر سنين ولا خمس سنين لان الزيادة السكانية بتأكل الاخضر واليابس لا حتخلي مزارع سماكية ولا مزارع معرفش ايه انتهت القصة الموضوع في المطالة الوضوح فالعبرة بها هنا بالجودة اللي النبي بيباهي بها ايه وده قالوا الفقهاء العبرة بالكيف لا بالكم اه يعني العبرة بالجودة يتباهى بنا نفسيا وخلقيا وجسمانيا علميا يتباهى بنا حضاريا يتباهى بنا ونحن امة قوية عقلية تخترع وتبدع وتنشئ وتعلم ولا يتباهى بامة هزيلة ضعيفة الانسان لا يتباهى بالضعيف ولا بالكسالة ولا بالمرضى فلذلك قال الفقهاء العبرة هنا بالكيف مصطلح منطقي لا بالكم يعني العبرة بالهيئة لا بالعدد قد يكون واحد وساول ثم قال بعض العلماء فان العدد هنا المقصود في الحديث اي عدد يعني انت لما قال تناكحوا تناكسلوا فاني مبايي بكم الامم بعدد اي عدد فاللغويون يقولون الاثنان جمع فيفرد ان انا خلفت اثنين هذا عدد لم اخالف الحديث لان اقل الجمع عند علماء اللغة العربية اثنان وعند فقهاء الشريعة اقل الجمع ثلاثة فهنا طبقا للغة العربية انت لما تكلف اثنين انت خلفت عددا كثيرا انت حققت الكثرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المم الكثرة يكونوا عشرة او يكونوا خمستاشر اثنين كثرة لانه جمع في اللغة العربية هذا ما اجاب عنه العلماء هناك كمان يا سيدي كما قلنا تنظيم النسل ايه الفرق بين التنظيم والتحديد هاول التنظيم انك تجعل فترة زمنية بين المولود وما يليه اه فهنا لما نجي بالمنطق نجد ان القرآن جعل مثلا المدة الرضاع للولد سنتين والمرأة بتحمل مثلا في تسعة شهور قدي تلت سنين لابد من فترة زمنية ترتاح فيها المرأة لكي تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيلة وهو الحمل مع الرضاع فان هذا يجعل الولد الذي يأتي ضعيفا هزيلا فلما المرأة تخلف ولد تنتظر فترة زمنية اتفخ علي الطرفان الرجل والمرأة لكي يأتي بالمولود الذي يليه الفقاء استدلوا على ذلك وعلى الجذب العزل فان العزل ورد في الشريعة الإسلامية اذا كان هناك داعن ومعنى العزل ان الرجل يلقي بمئي بعيدا عن المرأة هذه الوسيلة التي كانت معروفة عند العرب يقول الفقاء ويقاص على هذه الصورة اي صورة يعزل بها الرجل ما اهو عن المرأة بأي وسيلة طبية هذا العزل مباحثة كان هناك داعن يدعو اليه ما الداعن الذي يدعو اليه يقول الفقاء صيانة النفس ورفع الحرق والضرورة كل ذلك لما كل مرأة عندها حرق تخلف ولد ولا ولد هذا يحدث ضعفا في المرأة وبالتالي يكون النسل ضعيفة من هنا اجاز الفقاء قضية تنظيم النسل تحديد النسل انه يبقى في اتفاق بين قطباء الاسرة الرجل والمرأة على هنجيب اتنين هنجيب تلاتة هنجيب واحد فقط هل هذا يجوز يقول الفقهاء يجوز تحديد النسل اذا كان الرجل معيلا يعني عنده عيال كتير اه او كان فقيرا لا يستطيع ان يصف على التعليم ولا التربية ولا الصحة او كانت المرأة ضعيفة او كانت المرأة موصولة الحمل هي بتحمل على طول كده طبيعتها هكذا ادي اربع صور وذهب الامام ابو حامد الغزالي الى صورة عجيبة جدا قال يجوز التحديد اذا خافت المرأة على جمالها الله اكبر اظن بقى حضرتك بعد اللي احنا سمعناه وان وصل ابو حامد الغزالي الى حكم عجيب جدا ذكره سيدنا على مسئولياته الشخصية نعم ذكره صاحب كتاب فقه السنة اه نعم في انه يجوز للمرأة ان تقوم بمنع بالتحديد او بالتحديد الناس للمحافظة على جمالها حرص على جمالها نعم كأن جمالها هو الفرض واصبح النفل هو انها تخلق ويقولك رأي كمان قاله الفقهاء اه احنا قلنا يجوزه اذا كان رجل معيلا او ضعيفا او كذا هناك رأي يقول يجوزه مطلقا بغير شروط ولا ضعف ولا ولا الى اخير يا رب بقى ما يجيش واحد بعد كده يقولك انتوا كده بتحربوا العقيدة او بتحربوا شرع الله احنا ورانا واجبات كثيرة لازم نفهمها مهما كان تمنها انقاذا لقضية هذا الوطن نكون او لا نكون نشكر باسمكم سيدنا العلامة الاستاذ الدكتور محمد سالم ابو عاصي الاستاذ بجامعة الازهر شكر الله لكم حسن انصاتكم ومتابعتكم وغفر الله لي ولكم وصل الهم وسلم وبارك على سيدي رسول الله كاشف الغمة وبعث الهمة ومنقذ الامة وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته